دخلت أزمة شح الصوانات الغاز السالة التي تعيشها مدينة الموصل أسبوعها الثالث على التوالي حيث وصل سعر صوانة الغاز ما بين 13 إلى 16 ألف دينار ما تسبب باستياء شعبي من عدم إيجاد حلول جدية لهذه الأزمة قنينة الغاز وصلت إلى 13 ألف وهذا الشيء خارج عن إرادة المواطن المواطن أمني وحيجيب منه أني وظائف ما أكو تعينات ما أكو آمنا بالله سأخلي وفرنا المعيشة إحنا ستاقنية الغاز ب13 ألف زين الفقر أمني وحيجيب سكان نينو اشتكوا أيضا من العجز والتقاعص الحكومي في حل مشكلة أزمة الغاز ومن استغلال بعض الجهات لهذه الأزمة للمتاجرة بها مطالبين بتجهيز الساحات بالغاز حلا لهذه المشكلة الغاز جاعد يتوزع بالمعمل بخمسة ألاف بس يطلع الباب يصير بصلى 11 ألف شنه السبب؟ إحنا أزمة ما عندنا السيارات جاعد تروحوا تيجي من كاركوك من بغداد ومن أي مكان يجي الغاز ويجي بصورة صحيحة مثل قبل ينطون مثلا كل يومين والثالث ينطون صفره كل يومين والثالث ينطون صفره غاز إحنا كل سبع تيام ثمان تيام مرات دسع تيام يلا ينطون صفره فلهذا تصير أزمة أما مدير الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في نينو وأسامة عبدالله الجبوري فقد نفى وجود أية أزمة للغاز حاليا في الموصل وأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في عملية بيع صوانات الغاز إلى المواطنين يومين فقط كان هناك تأخير في وصول الغاز وليس انقطاع والحمد لله تم معالجة الموضوع والحصة نستلمها بشكل كامل من مواقع التحميل إلى محافظة نينوة ليبقى المواطن في الموصل يعيش أزمة غاز تستمر للأسبوع الثالث على التوالي في وقت شحت فيه الحلول الحكومية عن إيجاد حلول لأزمة تتكرر كل عام في الموصل شكرا